توحيد الالهية ده توحيد مهم جدا ودايما نقول في منهجنا ان توحيد الربوبية لم ينكره احد محدش يقول ما فيش رب حاج يقول انا اللي برزق ولا انا اللي بمرض ولا انا اللي بشفي اللي بيشفي ويمرض ويعطي ويمنع ويميت ويحيي الله الله جل جلاله قول لا اله الا الله ده توحيد الربوبية واثره تعلق القلب بالرب لما ابقى انا مزنوق في ارشين والدنيا مش متزبطة وخايف من الفقر ابقى على يقين ان الرزاق هو الله ده توحيد الربوبية ان ابقى انا عارف يقينا ان ربنا هيفرجها منين انا مش عارف بس عارف انه هيفرجها وابقى على يقين ان ما يقدرش على كده الا الله مش مسألة فلان ولا علان ولا شغلان الفلانية ولا كده يرزق من يشاء بغير حساب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب بديل الاولانية التانية توحيد الالهية توحيد الالهية بقى اللي هو مقتضى توحيد الربوبية ادم امنت اللي هو خلق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيعطي ويمنع يبقى يستحق ان انت تعبد توحيد الربوبية توحيد الله بافعال الله توحيد الالهية توحيد الله بافعال العبد العبادة بافعال العبادة انك تعبد ربنا بقى طالما انه هو اللي خلق وهو اللي احيا وهو اللي رزق وهو اللي اعطى يبقى لا يسجد إلا له ولا يطلب في الحاجات ولا يقصد إلا هو أفعال العبادة السجود والدعاء والنزر والخضوع والقنوط والحب والتوكل واليقين والرضى والإنابة والإخبات والقشة كل معاني القلبية والبدنية لا يصلى إلا له ولا يزكى إلا من أجله ولا يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى يبقى أفعال العبادة دي اسمها توحيد الإلهية وسامر التوحيد الإلهية محبة الله للعبد وقرب العبد من الرب اتكلمنا عنها قرية بالنقطة دي قلنا إحنا بنعبد ربنا ليه عبادتنا ما بتنفعش ربنا ولا ربنا محتاجة لا بنعبد ربنا لأن إحنا محتاجين العبادة يعني إنت محتاج تسجد وتصلي أكتر من احتياجك للأكل والشرب وللهوة اللي بتتنفسه إن قلبك وروحك محتاج إنك تعبد ربنا أكتر من حاجة نفسك جسمك ده للروح صليت على رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم